لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي مشاهدينا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل أعنوان حلقتنا النهاردة يكون ابن حجر وإله لا يرحم ولا يغضب احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت معنا الصفات الفعلية وإن اللي بيأول أي صفة فعلية لله وفي الحقيقة بين فيها وابن حجر أخذ من الأشعارة كما أثبت الشيخ البراك وأخذنا مثل وهو الرضا والخلق والرحمة وإن الأشعارة بيقولوا لو أثبتت الصفات الفعلية ده بيكون حادث على الله وبالتالي إثبات لصفات نقص لله خلينا نشوف النهاردة إزاي ابن حجر هيأول صفة الرحمة وليه صفة الرحمة وصفة الغضب هنشوفهم النهاردة أول كتاب هنروحه هنروح نشوفه فتح الباري الشرح سعيد بخاري كتاب تفسير الكرآن صورة الفتحة وسمية أم الكتاب يقول لنا كده ابن حجر في كلامه على المقدمة كتاب تفسير وقوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة والرحمة لغة الرقة والإنعطاء فعلى هذا فوصفه بها تعالى مجازا عن إنعامه على عباده وهي صفة صفة فعلية صفة زيت ويعني إيه الكلام ده بنلاحظ هنا إن ابن حجر مع أول آية في القرآن بيرح يقول لنا بيبدأ أن ينفي الصفة لله طبعا بينفي حقيقتها وبيثبتها على المجاز فالشيخ البراك رح رد عليه ورح قال مضمون هذا نفي حقيقة الرحمة عن الله تعالى وحمل على ما ورد في ذلك على المجاز وتفسير الرحمة من الله عز وجل إما بإرادة الإنعام أو الإنعام هذا جمع بين التعطيل والتحريف وهو سبيل الجهمية أو من تبعهم يعني إيه؟ يعني ابن حجر معطل ومحرف وجهمي إما أصالة يعني إن هو جهمي فعلا أو اتباعا وفيه سؤال طبعا مهم طرح نفسه هنا ليه بينفو صفة الرحمة على حقيقتها وبيثبتوها مجازا ليه؟ مع إن الرحمة دي يعني مفاش أي حاجة هتخلى فيه نقص الله يعني إيه العيب إن يكون الله رحيم أو إيه غير المقبول يعني إن يكون الله رحيم في كتاب التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المزيل بالتنفيذ بيقول حيث أنهم المعطلة يقولوا كده قالوا أن الرحمة لين وعطف ورقة يتنزه الباري سبحانه عنها يعني يعني الرحمة فيها ضعف وهي سفة نقص وبكده بينفو إثبتها وطبعا نفوها الحقيقة ولما بينفوها طبعا ولما بينفوها ده طبعا حاجة أنت بتتطول على الله لأن أنت بتكذب الله هو بيقولنا رحمن رحيم وهم يقولوا لا لا الله مش رحيم ده معناها كذا فطبعا هو وصف نفسه بكده يعني ابن حجر بيقول للا أنا علم منك بك يا الله ما يصحش أنت تبقى رحمن رحيم حقيقة لأن ده ضعف منك فأنت يا الله خليك رحمن رحيم مجاز ده يعني ابن حجر بيقول كده خلينا نروح نشوف كتاب فتح الباري بشرح سهل البخاري كتاب التوحيد قول الله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فلو الأسماء الحسنى قال الحافظ ابن حجر قال ابن بطال والمراد برحمته إرادة نفع على صبق علم أن ينفعه وقيل يرجعان إلى معنى الإرادة فرحمته إرادة تنعيم من يرحمه وقيل رجعان إلى تركه وعقاب من يستحق العقوبة رحي الشيخ البراك معلق على الكلام وقال تفسير الرحمة بالإرادة يتضمن نفي حقيقة الرحمة على الله تعالى وهذا مصادم يعني بيقوله ده مصادم لما أخبر الله به ورسوله من اتصافه بالرحمة كما قال تعالى ونفي حقيقة الرحمة وتفسير ما ورد بالإرادة أو الإسابة جمع بين التعطيل والتحريف طبعا يعني معنى الكلام أن ابن حجر فصر الرحمة مجازا بالإرادة وده بيعتبر مش بس مصادم لا ده تجذيب صريح لله وللرسول لأن ابن حجر بين في إن الله رحيم وده طبعا كلام إيه الجهمية خلينا نشوف فين الكلام ده في كتاب شرح كتاب التوحيد يقول كده سم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الحد الآن يقسم الجهمية معتزلة هم بيقول يعني الجهمية معتزلة أشاعر كلابية ما تريدية كلهم يشتركون في نقطة واحدة وهي تجاههم كلهم جهمية كل الفرق دي جهمية الأصل المعتزلة جهمية والأشاعر جهمية والكلابية جهمية وإنما يختلفون في بعض الفروع في بعض الفروع الأصل متفق عليه وهو نفي الصفات فما أثبته الباري جل وعلا أو أثبته له رسولهم جميع الفرق هذه لا تجعله أصلا ولا تلتفت إليه ولا حجة لكتاب ولا سنة ولا لقول صحابي يثبت أهل السنة الصفات الفعلية وينكر ذلك الجهمية والأشاعر والكلابية معتمدين على أصل فاسد يعني الكلام ده يعني اللي بيكذب الله ورسوله يبقى إيه يبقى كافر وده بيلاقيه في كتاب في كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل وبيقول كده وصف الله تعالى وصف الله تعالى بالرحمة إنه مجاز اعتزال وضلال بإجماع الأمة فإن الأمة أجمعت أن الله تعالى رحيم على الحقيقة وإنما نفه عنه حقيقة الرحمة إنه كافر شايفين إزاي قد إيه يعني الأمر وصل بيهم إنه قال كل الفرق لو أنت قريت فيه فرق جهمية كلابية أشعرية معتزلة كلهم بيتفقوا على نفي الصفات وفي الآخر شفنا يعني إيه نفي الصفات يعني اللي بينفي الرحمة على الحقيقة ده كافر وإحنا طبعا أثبتنا أن ابن حجر بينفي الرحمة إما صفة ذاتية أو صفة فعلية حقيقية ومش بيثبتها إلا على المجاز وكده ابن حجر مكفر طيب إن كان الله مش بيتوصف بصفة صفة ذاتية أو فعلية يبقى كده إيه يعني مش بيتوصف بصفة الرحمة لا ذاتية ولا فعلية كده يعني ممكن نقول إن الله مثلا بيغضب غضبان على طول أو بيغضب نروح كده نشوف صفة الغضب وابن حجر قال فيها إيه فتح الباري بشرح سهيل بخاري كتاب التوحيد بقوله تعالى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعَبَدْنَا لِمُرْسَلِينَ ابن حجر بيقول إيه وقوله تعالى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعَبَدْنَا لِمُرْسَلِينَ قال وأشار به إلى ترجيح القول بأن الرحمة من صفات الزيت ومن قال المراد بالرحمة إيصال السواب وبالغضب وده اللي إحنا هنتكلم عنه وبالغضب إرادة إيصال العقوبة الشيخ الباراق طبعا رد عليه وقال وقد تقدم في غير موضع أن الأشعارة ينفون حقيقة الرحمة والغضب يعني أنت أشعاري يا ابن حجر وكمان جاهمي ودي طبعا المفاجئ أنهم نفوا الرحمة طيب يبقى الله بيغضب بس قالوا أن ينفي كمان الغضب يبقى كده بينفوا الرحمة والغضب حقيقة يعني ما الله لا بيغضب ولا بيرحم طيب يكمل الشيخ الباراق الكلام ويقوله أهل التأويل منها منهم يفسرونهما بالإرادة يعني وهو المعنى الذي أشار إليه الحافظ هنا يعني يعني الغضب والرحمة إرادة واحدة إن كانت رحمة تكون إيصال الثواب وإن كانت غضب تكون إيصال إيه العقاب أو العذاب وابن حجر بيقرر المعنى ده في أكتر من موضوع خلينا نشوف كمان فين فتح الباري بشرح سهيل بخاري كتاب منقب الأنصار باب حديث زيد ابن عبر بن نوفيل يقول لنا كده ابن حجر فتح الباري إيه قال والمراد بغضب الله إرادة إيصال العقاب وروح الشيخ الباراك طبعا برضو بيقول وتأويل الغضب بإرادة العقاب هي طريقة أهل التأويل من الأشاعر وغيرهم مما يثبت بعض الصفات وينفي بعدها يعني التأويل الغضب هو نفي الصفة الحقيقية وبيثبتها مجاز طيب إيه المنع إن الله يغضب عند ابن حجر خلينا نشوف كده فتح الباري بشرح سهيل بخاري كتابة الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه يقول كده وقال المراد من الغضب لازمة أنا هقف بس عندي الحتة دي لازمة يعني إيه أنا شرحتها كتير أنا قلت العين لازم العين إيه رؤية الودن لازم الرؤية الودن إيه سامة فبيقول الغضب ليه لازم لازم الغضب إيه هنشوف دلوقتي ومن الغضب لازم لازمة وهو إراد إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب لأن السبق والغلب باعتبار التعلق أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب لأن الرحمة مقتدى ذاته المقدسة أما الغضب فإنه مضوقف على سابق عمل من العبد الحادث فالشيخ البراك بيقول إيه يعني الشخص مثلا هيعمل حاجة فالله يغضب فالغضب ده متعلق بحاجة اللي عبد عملها فريقوم الله يغضب فطبعا ده يكون حادث على الله فالشيخ البراك بيقول إيه بقى والموجب لذلك عند من تأوله هو امتنع حقيقة الغضب في حق الله تعالى لأن ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه وبهذه الشبهة نفى الأشعارة كثير من الصفات ونفى الجهمية والمعتزلة جميع الصفات يعني مش عايزين نشبه الخالق بالمخلوق فننفي عنه الرحمة اللي فيها لنه ضعف والغضب كمان لأن اللي يغضب الدم طبعا كده بيفور في دماغه ووشه بيحمر والله طبعا مش دهي الخالق إذن الله مش بيغضب خلينا نلخص حلقتنا النهاردة كان بتكلم على إيه تكلمنا النهاردة عن صفتين من الصفات الفعلية أول صفة كانت الرحمة والتانية هي الغضب وشفنا ابن حجر أول الرحمة فصرها بمعنى الإرادة والمراض بغضب الله إرادة برضو إيصالة العقاب وشفنا إن أهل السنة إزاي قال إزاي قال إن أي حد بيعمل كده بيكون جاهمي وإنه مكفر وإنه بسبب وإنه يعني يعني بيكون مكفر وإن طبعا ده جاهمي وأنا كمان أنا بقول للمسلمين إنتوا إزاي بتاخدوا من واحد جاهمي مكفر يعني بين في الصفات الفعالية عن الله شرح أهم كتاب وهو البخاري وده أهم كتاب بعد القرآن وألتقي بكم في الحلقة القادمة ونوصل مع بعض عقيدة ابن حجر لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل إذا ما نقمل بعقل وإذا يرد بعقل إذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسلمين